ما كان سبب توجهه إلى العالم الشركي في هذه الفترة في حياته؟ هذا الوقت كان وقت انتشار حاكتين مدرسة الغرائبية أو الإجزوتيزم ومن ناحية تانية أنهم في ردة فعلهم للتخلص من أثار الغرب أسسه لما يسمى أو لما يسمى بعد ذلك الموسيقى الشرقية الموسيقية الاستشراقية الموسيقية الاستشراق الموسيقية فهما كان العالم في الوقت ده ما كانش فيه ديليفزيون، ما كانش فيه أخبار، ما كانش فيه فكان الذهاب إلى المسرح بزء من محاولات الإنسان الطبيعي لتعرف على العالم فكان عندهم رغبة دايماً أنهم يسمعوا حكايات عن شعوب بعيدة غريبة الحكايات تكون غرائبية وطبعاً ما فيش حاجة غرائبية أكتر من ألف الليلة وليلة يعني الموضوع نفسه كان ثري جداً وما كانش محتاج أي مجهود أنه يبقى ملهم بالنسبة لأي مؤلف والدليل على كده أنه ألف الليلة وليلة كانت مصدر إلهام للعديد من المؤلفين مش بس كورساكوف عندنا كارل ماريا فون فيبر عمل أبو حسن أوبرا يمكن في عملين كبار اسمهم شارتاد كتبهم رفيل محدش يعرف عنه هذا صح 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 وغيرهم كتير